موسيقى والآن إلى شباك لدراما وأبرز ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن البرامج والمسلسلات الرمضانية مع مراسلتنا في تونس أميرة مهدب مساء الخير أميرة أهلا وسهلا فيك وإذا نبدأ بمسلسل أولاد مخيفة الذي اقتطع منه وتأخر بثه لماذا نعم ديمة أهلا بكم في شباك الدراما من تونس كما ذكرت بعد أسبوع تقريبا من شهر رمضان الكريم تمكن تونسيون من تحديد الأعمال الدرامية التي أعجبتهم والتي سيواصلون في متبعتها طيلة هذا الشهر المبارك مسلسل أولاد مفيدة في موسمه الرابع أثار ضجة وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي لما تم بثه من مشاهد تحمل عنف ومشاهد يقول تونسيون عليها أنها لا تليق بالمشاهدة العائلية ولا تليق حتى بهذا الشهر الكريم وإثر هذه المنشدات من التونسيين قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بطلب القناة لتأخير بث مسلسل أولاد مفيدة وإعادة منتاج لهذا المسلسل واقتطاع المشاهد التي تعتبرها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنها مخلب للعائلة وأنها تتنافى مع الأخلاق طوال هذا الشهر المبارك عموما نستدرج معكم أو نستطلع معكم أبرز التعريقات التي درجت على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن وفيها تقريبا من السخرية الكثير ديمة التعليق الأول يقول حافظ كتعدين هارك صائم ثم تفطر على أولاد مفيدة نقول ذهب الضمأ وابتلة العروق وذهب الأجر إن شاء الله أي فيما معناه أن هذا المسلسل يذهب الأجر الذي نحصله من صيام رمضان التعليق الثاني معكم بسام يقول الهيكا وهنا يعني اختصار للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهيكا توقف سامي الفهري عند حده وتطالبه بتغيير موعد بث المسلسل أولاد مفيدة عملت الواجب نعم وإذن المسلسل الثاني الذي يثير ضجة اليوم في الشارع التونسي هو مسلسل مشاعر وهو مسلسل طبعا تونسي جزائري من إخراج تركي يعني مزيج غريب نعم هو ديما كما ذكرت مزيج غريب على التونسيين يعني التونسيين تعودوا على المسلسل التونسي يكونوا عادة من إخراج يعني تونسي سواء كان من الإخراج أو من السيناريو لكن هذه المرة كان المزيج بين ممثلين تونسيين وجزائرين والمخرج كان تركي وقد أضاف بصمته التركية على المسلسل لدرجة أن تونسيين لم يحبوا أو لم يستوعبوا المسلسل نظرا أنه يعني قدم صورة مغايرة ربما قليلا على تونس صورة تونس إلا الجميلة صورة تونس الأغنياء والأثرياء ولم يقدم الواقع المعيشي الذي يعرفه المواطن التونسي لذلك يعني حتى في بعض التعليقات التي سنتعرضها معكم في إحدى الصفحات يقولون يا إلهي يعني تونس التي يمثلون فيها مسلسل مشارع هل تستحق فيزا أو تأشير لننذب إليها أم لا سنستعرض معكم مسلسل آخر هو مسلسل النوبة الذي يتحدث عن هذا المسلسل من إنتاج قناة أيضا خاصة تونسية يتحدث عن المزود وتاريخه في تونس خاصة في فترة أواخر الثمانينات في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حيث كانت آلة المزود هذه الآلة النفخية ممنوعة تقريبا في الإذاعات الوطنية وفي أشاشات التلفزيونية الوطنية وكانت تقريبا بن علي يزجه بكل من يغني هذا النوع من الفن في السجون وتحت أقبيط السجون هذا المسلسل الجديد من مخرج الشاب عبد الحميد من بوشناق وجدير أن نذكر أن هذا المخرج هو نجل الممثل أو الفنان المعروف التونسي لطفي بوشناق ابنه قام بإنتاج بهذا المسلسل وبإخراجه والذي كان يتحدث عن تاريخ آلة المزود المسلسل أحبه الكثيرون من حيث الحبكة الدرامية السيناريو الإخراج ومن حيث حتى الأكسسوارات حيث حرص المخرج على ضبط الأكسسوارات والملابس التي تتبع حقبة الثمانينات في تونس التعليق الأول لمجيد يقول بقيت أشاهد في اليوتيوب على مسلسل النبدوء النوبة في الحقيقة هو إبداع مسلسل تلفزي مصور بتقنيات سينمائية والمخرج عبد الحميد بوشناق صحب فيلم دشرة الممتاز هناك كثير من الموهبة من حيث السيناريو من حيث الإخراج الذي يتمحور حول عالم المزود فترة التسعينيات والثمانينيات التعليق الثاني لسندس تقول أريد أن أحيي تحية خاصة للمسؤولات والمسؤولين عن المكياج والملابس وخاصة الأكسسوار في مسلسل النوبة أما التعليق الأخير لأشرف يقول أشرف أخيرا شاهدت في مسلسل نوبة حبيت نحط الحلقة رقم واحد ما رعني إلا أنني شاهدت ست حلقات تباعا لن أحكي على الأمور المعروفة التي نحدد بها جودة المسلسل الإضاءة السيناريو لكن سأتحدث عن الحوار الذي يبدو أنه متقن بشكل كبير والحكايات وضمار التي مستني بطريقة كبيرة جدا عموما ديما هذه أبرز أو هذه أبرز ما رجع على مواقع التواصل الاجتماعي في ردة الفعل عن الدراما التونسية خلال رمضان وكل عام وأنتم بخير ونلقاكم الأسبوع أميرة مهدب شكرا جزيلا لك وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك